السلام عليكم ورحمة الله سورة عجيبة يحبها الله تبارك وتعالى أحب سورة إلى الله نحن نعلم أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وآية الكرسي أعظم آية في القرآن ولكن هناك سورة في القرآن يحبها الله ما هي؟ انظر معي أخي الحبيب كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الصحابي الجليل عقباء بن عامر يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق سبحان الله سورة يعني كثير كثير مننا لا يعلم هذه المعلومة أنا واثق نحن نركز دائما على الفاتحة آية الكرسي قل والله أحد والمعوذتين بشكل عام ولكن قل أعوذ برب الفلق حتى إن النبي قال له فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل ما أسرار هذه السورة ولماذا يحبها الله سبحانه وتعالى ولماذا أوصى النبي أصحابه بقراءتها تقريبا في كل صلاة سأقول لكم شيئا أيها الأحبة هذه السورة قصيرة جدا خمس آيات فقط قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقا إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسدا إذا حسد انظر معي أخي الحبيب هذه السورة تحفظك من كل أنواع الشرور المادية والمعنوية التي تراها والتي لا تراها والتي تتوقعها والتي لا تتوقعها كل أنواع الشرور سبحان الله قل أعوذ برب الفلق الفلق ماذا تعني؟ الله هو فالق الحب والنوى كل هذه النباتات التي تراها تعتمد على التكاثر بالانفلاق الحبة تنفلق وتخرج النبتة من وسطها البذرة أقصد حتى الإنسان عندما يخلق الجنين تلتقي أن ماء الرجل مع ماء المرأة الخلية المذكرة مع الخلية المؤنثة تبدأ رحلة خلق الجنين بالانفلاق تسمى علميا بالانقسام فهو رب هذا الفلق هنا الله يريدك أن تتذكر كل عمليات الخلق التي نراها من نبات من حيوان من إنسان حتى البكتيريا كيف تتكاثر كيف تخلق وتتكاثر بالانفلاق بالانقسام خلية تنقسم إلى قسمين هكذا وتتضاعف أعدادها بالمليارات سبحان الله فهو رب الفلق فالق الإصباح هذا النهار الذي نرى ينفلق ينبثق من الليل يخرج رب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق نحن ما الذي يؤذينا في هذه الدنيا إما أن يتسلط عليك إنسان ظالم هذا من مخلوقات الله أنت تقول من شر ما خلق إما أن تصاب بمرض المرض ما هو أخي الحبيب هو مخلوق إما أن يكون بكتيريا أو فيروس أو خلل معين في الجهاز وكله من مخلوقات الله يعني حتى أنا عندما أستعيذ بالله من شر ما خلق أستعيذ بالله من شر مثلا مثلا نحن نعلم مرض السكر سببه خلل في نظام عمل البنكرياس هذا العضو هذا الجهاز العجيب إذا حدث فيه أقل خلل يصاب الإنسان بمرض السكر فمن الذي خلقه هو الله أنت تستعيذ بالله من شره انظر يعني لو أردنا أن نفكر نجد أن هذه الآية تشمل كل شيء قد أتعرض لخسارة في تجارة ما بسبب شخص أنا أحتمي بالله من شر هذا الشخص أعوذ أي أحتمي وألتجل لأن هذا الشخص من الذي خلقه هو الله إذا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هذه الآية تشمل هذا الشخص كل أنواع المشاكل والضرر قد يكون لديك ابن عاط أو زوجة سيئة أنت من الذي خلقهما الله فأنت تستعيذ من شر هذا الولد وشر هذه الزوجة قد تشتري بيت أو سيارة الخالق الحقيقي هو الله أيها الأحبة الإنسان لا يخلق السيارة لأن السيارة هي عبارة عن ماذا هي مواد أولية الحديد والبلاستيك وكذا كذا كذا ألمنيوم كلها عناصر من الذي خلقها هو الله الإنسان فقط يجمع ويركب ما خلق الله إذن هي من مخلوقات الله فأنا أعوذ بالله من شرها من شر ما خلق لحظ أخي الحبيب قل وهنا كلمة قل نقول دائما تذكرك بأن النبي هو الذي يخاطبك كلما قرأت كلمة قل تذكر استحضر هذا النبي استحضر كيف كان النبي يستعيذ بالله من شر كل شيء هذا يعطيك قوة ويعطيك ثقة أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكرك بأخلاق النبي والسلوك النبي ورحمة النبي إلى آخره قل أعوذ برب الفلق أحتمي التجئ برب الفلق الذي كل أنواع التكاثر الله هو الذي قدرها كل أنواع الخلق كل النباتات كل شيء ينفلق ويتكاثر بالانقسام الله هو الذي خلقه حتى الذرة هناك الانفجارات النووية أو التفاعلات النووية هي برعا انفلاق للذرة أيضا رب الفلق كل شيء كل شيء أيها الأحبة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بعض التفاسير تقول الليل إذا أقبل وما يحويه من أضرار ومشاكل وشر وأذى غاسق إذا وقب كأنك تقول يا رب أنا أعوذ بك من كل شيء يخيم علي ويؤذيني والأذى هنا أيها الأحبة لا يشمل فقط المرض والضر والخسارة وغير ذلك لا أيضا يشمل المعصية المعصية هي من أشد أنواع الشر والأذى يعني أنت عندما تعصي الله في الليل ترتكب الموبقات تتستر بالستار الليل لترتكب فاحشة معينة هذا من أشد أنواع الشر لأن المرض تتألم ثم تشفى ولكن المعصية إذا داومت عليها وأدمنت عليها ومت عليها ستكون سوا في دخولك النار ولا ياذب الله فهي من أشد أنواع الشر فكأنما تقول يا رب احفظني في الليل من كل شر ومن شر النفاثات في العقد أنت تستعيذ بالله من شر كل ساحر وكل من يريد بك شرا وكل من لديه نفس يتنفس به ينفث ومن شر حاسد إذا حسد قضية الحسد قضية كبيرة جدا وخطيرة جدا وللأسف مهملة جدا لأن الأسباب المادية شغلتنا أيها الأحب عن هذه القضية كثير من مشاكلنا وأمراضنا وهمومنا واكتئابنا بسبب الحاسدين ونحن لا نعطي لهذا الموضوع أي أهمية فيجب أن تستعيذ بالله من شر حاسدا إذا حسد فإذا صرف الله عنك شر المخلوقات وشر الشيطان وشر الليل وما يحويه وشر عيون الناس إذا ماذا تريد بعد ذلك أصبحت حياتك كلها حياة مطمئنة سعيدة لذلك أحبتي في الله لا أريد أن أطيل عليكم نصيحة طبقوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام تعرفوا للسورة التي يحبها الله سبحانه وتعالى اقرأوها دائما وبخاصة قبل النوم لها أثر كبير قبل النوم أيها الأحبة وفي أوقات الصلاة وإذا لم تقرأها أثناء الصلاة بعد الصلاة إياك أن تغفل عنها إذا دخلت بيتا اقرأها إذا جاءك ضيف اقرأها إذا نظر إليك أحد اقرأها إذا خفت من وهم معين اقرأها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأوقض ومن شر حاسد إذا حسد وكلما قرأتها أريدك أن تتفكر وتتعمق أكثر وتشعر فيها أكثر تقول بينك وبين نفسك ماذا يعني من شر ما خلق كل واحد أحيانا هناك إنسان يتربص بك لا تتعرف كيف تتخلص منه تستعيذ بالله من شره هناك شيء تخاف منه فقر معين تخاف من وهم معين تعوذ بالله وتحتمي بالله من شره فكل مرة فكر صدقني ستجد يعني تفسير جديد معاني جديدة لأن هذا القرآن لا يخلق على كثرة الرد كلما كررت الصورة أكثر تشعر بلذتها أكثر وتستنبط معاني جديدة أكثر وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن ولا تنقضي عجائبه نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته